دولياً وبعد أكثر من أسبوعين على حصارهم أعلنت السلطات التايلاندية انتهاء عملية إنقاذ الأطفال العالقين بكهف مغمور بالمياه في تايلاند مع مدربهم بنجاح حيث تم إخراج المحاصرين من الكهف على دفعات ونقلهم إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية بعد هذه الحادثة القاسية تحدي كبير كان أمام السلطات التايلاندية والخبراء والغواصين الذين تولوا عملية إنقاذ الأطفال المحاصرين في كهف مغمور بالمياه مع مدربهم ورغم وضع عدة خطط لتنفيذ ذلك إلا أنها استقرت على استخدام الأنفاق المغمورة بالمياه وسيلة لذلك طول كهف تواملوانج 10 كم يحوي أنفاق ضيقة ومتعرجة وملئة بالمياه جراءه طول الأمطار الموسمي عمقه نحو كيلو متر واحد عملية الإنقاذ تستدأي دخول الغواصين إلى حيث الفتيان يبقى أحدهم مع المجموعة المحاصرة وعلى امتداد الطريق الواصل إليهم هناك نقاط إمداد بالأكسجين يتم تحضير المجموعة لرحلة العودة ويعبر الفتيان الواحدة تلو الآخر بمساعدة الغواصين 12 صابيا ومدربهم لكرة القدم ذهبوا لاستكشاف الكهف بعد إنهاء تدريبهم هطلت الأمطار وفاض الكهف وغمرته المياه فبات مصيرهم مجهولا لكن بجهود هؤلاء أصبح معلوما وقد تصبح يوما ما بالنسبة إليهم تجربة رغم قسوتها من الماضي وطي النسيان شكرا